موسيقى صبح كون بألف خير مشاهدينا مع بداية هنهار وبداية طبعا حل أجديد من عالم الصباح رح نترفق فيها بكتير من الفقرات والضيوف اللي رح بيكونوا معنا مبعث قدير شفيني بعدكن عن أجواء المونديال على ما أعتقد أنه الكل من غمسين فيها للآخر حتى لو كان الماتش بآخر الليل الضهر عبكرة دايما في ناس عم بتتابع عم بتشجع الملفت اليوم أنا وجاية على الطريق أنه لأول مرة بين كل الأعلام اللي موجودة على السيارات وعلى البلاكين وإلى آخره شفت سيارة حتى علم برازيل والعلم اللبناني حدا ما عرفت ليه كان عبالي يوقفون قلون برافو أنه ما نسينا أنه في العلم اللبناني بعده موجود بهالعجقة كلها يلي عم نعيشها والأجواء الحماسية ما نسيوا تذكروا وكان العلم اللبناني عم بيرفرف حد علم برازيل هيئتهم طبعا بيشجعوا لبرازيل شف عبدالله صباح الخير صباح الخير إلي غدا وجميع المشاهدين عشو عم نسهر كتير عم ننام كتير والله في سهر في سهر في سهر في أصاص في سهر في سهر في سهر فارق الوقت لازم دايما ننشرطه أنه البلد اللي بيصير في المونديال يكون وقته قريب أكتر على وقتنا بس أنه منيح أنه ما في متوش كتير لأربع الصبح يعني أنه منيح دعش بالليل واحد بنام على الوحدة عادة ماشا الحال صيفيه هلأ اليوم رح ترفقنا أكيد بعالم الصباح عنا أشياء كتير نحكي فيها اليوم هنعمل إيه أشياء طيبة إن الله راد رح نشوفها بعد بعد شوي بما يتعلق بسؤال يلي حابين أنه نتشارك فيه عبر الفيسبوك إنما هنورق له علاقة بالفن والغنى ومطربكن المفضل منوة المطرب المفضل عندكن حاب أنه اسمع هيك واشوف أسامة كتير وكتير كمان من المشاركة إنما شو هي فقراتنا لليوم خلينا نتابع سوا بحلة اليوم من عالم الصباح منتابع لأبراج مع كارمن عصحة السلامة مع ريوة شو أهمية الفحوصات قبل الزواج لتفادي مشاكل صحية نحنا بيغنى عنا نصايح لملة الشباب للك مرتب وسريع بيشوفي وبخصوص الجمال مع دكتور مشموشة أهمية الأف اي وون والأف اي تو للاستغناء عن عمليات التجميل مايا بيولاد بالدني أهم الأخبار السينمائية مع غيدة بسينما ورشة ملح مع شيف عبد الله على قلب الجيج بالخردل والعسل قرب الجيج بس وعتنا كمان في قشة تانية رح نحكي عنا بعد شوي بداية عالم الصباحية دايما لكارمن كل الحظوظ لكل الأبراج من تاباثا صباحكم بالخير اليوم الأربعة من تاشح زيران يونيون اليوم الأمر مرافقنا من برش مائي برش الحوت والأجواء اليوم صارت أفضل للأبراج المائية مولي برش الحوت السرطان وأيضا العقرب كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج مبلش مع برش الحمل بالنسبة لك اليوم مولود برش الحمل يمكن تلاقي حالك اليوم شوي ضايع حاسس أنه في شوية بلبلة في شوية فوضى بتحس أنه ما في شي ماشي على الوقت كلهم أخر أو كلهم خربط كون حذر اليوم وبكرة من هالالتيباسات وبعتبر المولود الأكثر عرضة للمشاكل هو مولود الثلاثة لسبعة نيسان أبريل ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور نهار حلو بيساعدك نهار بتلاقي فيه صديق بتلاقي فيه مين يوقف لجينبك مين يزقف لك بعتبر هيدا نهار مثل ردة فعل على شوية تعب عشتهم أو عنايت منهم في الأيام اللي ما رأيت لذلك اليوم نهار كتير حلو للاحتفال للصدقات للالتقاء فيهم للاجتماعات على أنواعه والأكثر حظا هو مولود 13 إلى 19 أيار مايو مننتقل لبرش الجوزاء مولود برش الجوزاء إذا فيه نهار معقولة تعيش فيه فترة امتحان أو تعيش مرحلة ضغطة وتكون النتيجة إيجابية جدا وتتميز عن غيرك وتحس حالك أنه فعلا فيه إنجاز أو خبر حلو ناطرك هو اليوم أو بكرة لكن كل هالإيجابيات ما رح تجي على طبق من فضة فكون حاضر لقلة وبعتبر الأكثر حظا هو مولود 7 و 8 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان مولود برش السرطان ما رأى عليك أربعة أيام خمسة أيام صعبين اليوم فيه عودة للأمور لعودة المياه لمجرىها الطبيعي فينا نقول فيه إيجابيات فيه بصيص أمل فيه حتى حل ويمكن تلوم حالك تقولي كيف ما كنت أشع هيدا الحل إذن اليوم في إيجابيات فرصة مناسبة لحتى ترجع أنت تسترد الأمل في هالأمور المن حولك حتى بالأمور البسيطة يلي زعلتك اليوم أنت بترجع مبسوط فيها الأكثر حظا 15-17 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد مولود برش الأسد اليوم بيسمح لك هيدا نهار أنه ترجع تتكيف مع الظروف ترجع تتأقلم مع هالخلفات أو الاختلافات بالرأي اللي عانيت منها بهذه 3 يم اللي ما رأوه اليوم في مجال حتى ترجع تعتذر تتنازل أو تلاقي مخرج إيجابي لهالأزمة اللي علقتها لك فيها إذن اليوم نهار جيد لمولود برش الأسد بيسمح له يرجع نوعا ما لموقعه الطبيعي الأكثر حظا 8 أب أغسطس ننتقل لبرش العذراء مولود برش العذراء اليوم أنت عصابك ما كتير بتحمل اليوم فيك تعمل مشكل إذا طالع بيلك أو إذا ما سيطرت على عصابك من ناحية أخرى هيدا نهار مميز ونهار جيد جدا لحتى تكون على طاولة اجتماعات لحتى تاخد وتعطي لكن اليوم ما فيك تفرض رأي اليوم دك تاخد وتعطي المرونة والروح الرياضية هي اللي بتخلي هيدا نهار ينجح عندك طاقة كتير كبيرة فيها تكون طاقة جارفة بطريقة سلبية وفيها تكون أيضا جارفة بطريقة إيجابية حسب أنت كيف بتسيطر عليها الأكثر حظا 4-5-6 أيلول سبتمبر مننتقل لبرش الميزان مولود برش الميزان هيدا نهار ضروري أنك تتقبل في فكرة شغل جديد أو يدعم لجديد وجه جديد لجانبك حدا عم بيتفلسف عليك شخص ما بتعرفه ما قوله تتزمر وتقولي شو خصه جاي ينزل بالبارشوت عم بيتفلسف أو عم يدخل بشغلك هيدا نهار يمكن تعاني فيه من هالأمور من ضغط الشغل أو من ضغط الحياة الروتينية اليومية يعني انبسطت كتير ما رأى عليك فترة كتير حلوة حان الوقت لحتى ترجع تشتغل وتركز ركز هيدا هي كلمة السر اليوم كون حذر جدا بعد عن المشاكل سفر سني اذا كنت من موليد ستة لعشرة اكتوبر تشرين الاول ومش بس هلأ حتى على فترة اسبوع بيكامله بننتقل لبرش العقرب مولود برش العقرب يومين مرأة عليك كانوا شوي تقال يمكن تخنقت فيهم مع اخويتك مع عائلتك مع الناس من حولك مع جيرانك اليوم نهار فيه صلحة اليوم فيه مصالحة واليوم يمكن تلوم نفسك كيف ما طولت بيلك وكيف وجهت هالكلام الاسي للاخرين نهار بيطلب منك انك ترجع تضبط الامور نهار معقول يحمل لك فرحة خبر حلو وانفراج كبير الاكثر حظا 15-17 نوفمبر تشرين التاني ميكمل مع برش القوس مولود برش القوس نهار بتحس حالك انه غبع قلبك يعني قاعد بالبيت قاعد بالشغل مغمور بالشغل بالانشغالات النفسية المعنوية او حتى المهنية اليوم مولود برش القوس من المستحسن انك ما توجه كلام ملاحظات لحدا بالعكس سميمة اليوم نهار اشتغل فيه لحالك اشغلك ما تتعاطع مع حدا وياللي بيستفزك حاول ما ترد عليه بيستفزز لانه اليوم المشكل بيكبر الاقل حظا سبعتاش لتسعتاش كنون الاول ديسمبر ننتقل لبرش الجدي مولود برش الجدي حضر حالك لانهار طويل جدا بدك البطارية تكون مفاولة منيح لحتى هيدا انهار يخلص وانت تقدر تخلص شغلك انهار في شغل في تنقلات في زيارات في حكي في حركة نص نهار بتحس حالك هلكين وحتى باخر نهار فعلا بتلاقي حالك تعبين جسديا وايضا فكريا هيدا نهار متطلب لكن انت تنجح مية بالمية الاكثر حظا 13-14-15 كنون الثاني يناير ننتقل لبرش الدلو مولود برش الدلو وبعدك ربحان وبعدك من الابراج الاوية وبعدك من الابراج الربحة هيدا نهار بيحطك على المقلب الناجح مع جهة الاشخاص الناجحين نهار كتير حلو تربح فيه دعم الاخرين تشجيعهم ومحبتهم هيدا اذا انت فعلا لعبه مضبوط وفعلا قديت دور لقلبك وقلا معقول اليوم تضطر ترد خدمة لحدا الاكثر حظا 15-16-17 شباط فبراير اخر الابراج برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت يمكن هيدا الشهر شوي صعب عتلين هم عم بتفكر بيحالك امور عائلية كتير كبيرة عم بتصير من حولك مبارح واول مبارح كانوا صعبين فيشلين تماما يمكن كنت مريض كنت تعبين اليوم هو بكرة في نقلة نوعية في خبر حلو في انتقال الى مرحلة جديدة او يمكن فعليا يكون في فيزيكلي يكون في عتبة جديدة اذا ضروري تستقبل الجديد بحياتك والاكثر حظا 12-14 ادار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة بالنسبة حركة النشاط ومع جورج اليوم رح بركز بهالكام دقيقة على منطقتين يلي هي منطقة البطن ومنطقة اسفل الظهر بهالحركات الصغيرة ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى مثل ما شفتوا حركات كتير سريعة بس مفيدة أول بريك لليوم ومنرجع نلتا موسيقى موسيقى